بداية تأسيس عمر لطفي بيك نعم والشخصيات الوطنية اللي كان ليها دور في تأسيس النادي الاهلي اعتقد ده كان ليه دور حتى في بداية اسم هذا النادي امام جموع الشعب المصري الحقيقة انه النادي الاهلي زي ما اتفقنا هو هدفه ان يمثل الوطن يمثل الوطن المصري بشبابه بالتأكيد رغم ان الذين اسسوا النادي الاهلي كانوا معظمهم بشوات وبكوات لكن اللي حصل بعد كده انه اصبح النادي الاهلي هو الملتقى وهو الكيان الذي يضم كل ابناء الشعب المصري حتى من البسطاء مش لازم يبقوا اعضاء في النادي الاهلي لان كانت فيه رسوم وضوية جميلة شوية لكن بتشجيع النادي الاهلي وانتظار النادي الاهلي لكي يشارك فيه المسابقات لانه كان رافض عندما كانت الاتحادات الرياضية اتحادات مختلطة وكان بيبقى حريص جدا على انه هو يعطي الدفعة للجزء المحل الجزء المصري في الاتحاد المختلط الى ان ربنا سهلها لنا وبقى الاتحاد المصري وبدأ النادي الاهلي يجهز فرق في مختلف البطولات في مختلف الرياضات والالعاب وهكذا المترجمات لكثية